بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالب وطالبات تعليم الفن الصناعي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات البرامج التعليمية التي تخص التبريد والتكيف موضوعنا نهاردة يخص الصف الأول هنشتغل نهاردة إن شاء الله على الوحدة الستة النظام الجدرات زي ما احنا عارفين احنا بنشتغل وحدة وراء وحدة وراء وحدة النهاردة إن شاء الله هنبتدي في الوحدة الستة وحدة الستة هي وحدة قهربية هنشتغل عليها بعنوان سيونة واصلاح الدوار الكهربية للسلاجات المنزلية العادية والديفروست هنشتغل نهاردة على السلاجة العادية الباب واحد ونشتغل على السلاجة العادية اللي هي البابين التي تتم إذا بتصكيع بها يدويا وهنتعرف على كل حاجة موجودة في الدارة الكهربية وازاي اختبارها اعرف مكونات واختبار كل جزء من هذه الأجزاء ونبدأ نجمع مع بعض أجزاء الدارة الكهربية ونتعرف على نزلية العمل وتركبها موضوعنا مهم جدا في الوحدة الستة تعتبر الوحدة الستة والوحدة السبعة من أهم الوحدات الموجودة عندنا في الصف الأول وكمان في الصف الثاني ليه؟ بنحتوي فيها على مجموعة من الداتا أو المعلومات المهمة جدا هتنفعني وهي تعتبر برضو جديدة علي في الصف الأول أهمية الوحدة دي أهمية قصوة هنتبع مع بعض ونشوف الوحدة ونشوف عدد المخرجات الموجودة مع بعض الوحدة زي ما قلنا اسمها تشغيل وسيانة وأصلاح الدواء الكهربية لسلاجات المنزلية العادية وديفروست دي عنوان الوحدة طيب هندرس مع بعض في الوحدة دي خمس مخرجات المخرج الأولاني بيتكلم على تشغيل السلاجات المنزلية العادية وديفروست ويفحصها ظهريا قبل وبعد التشغيل المخرج الثاني فحص أو الصيانة اللازمة للدواء الكهربية لسلاجات المنزلية العادية وديفروست المخرج الثالث يحدد أعطال الدواء الكهربية لسلاجات المنزلية العادية وديفروست المخرج الرابع إصلاح أعطال الدواء الكهربية لسلاجات المنزلية العادية وديفروست هناخد مجموعة من الأعطال ونتعرف عليها وازاي نقدر نحلها آخر مخرج عندي اللي هو تقييم الأداء نمسك مع بعض كده المخرج الأولاني تشغيل سلاجات المنزلية العادية وديفروست ويتم فحصها ظهريا قبل وبعد التشغيل طيب ايه مجموعة النقاط اللي احنا هندرسها مع بعض في المخرج ده زي ما احنا شايفين هناخد الاجراءات المتبعة عند اختيار المكان المناسب لوضع التلاجة يعني انا لو جبت تلاجة وعايز احطها في مكان موجود عندي ايه هو المكان المناسب ليه تاني حاجة اجراءات السيانة الدورية للدائرة الكهربية لسلاجة المنزلية العادية خطوات اختبار مزر جهد الكهربية رابع حاجة كيفية اختبار اداء السلاجة العادية وديفروست بعد كده خامس نقطة موجودة في المخرج الأولاني ايه هي النقاط الهمة التي يجب ان نتباحها بعد شراء السلاجة الجديدة بداية من نقلها حتى تشغيلها تعال نخش مع بعض كده على اول نقطة الاجراءات المتبعة عند اختيار المكان المناسب لوضع التلاجة ده سؤال ممكن يجيلي يقول لي ما هي الاجراءات المتبعة عند اختيار المكان المناسب لوضع التلاجة عند اختيار المكان المناسب لوضع التلاجة يجب مراعاة التلات نقاط الاتية الرطوبة والمية والحرارة أرضية المكان ايه بقى موضوع الرطوبة والمية والحرارة وأرضية المكان لما أجيب أنا تلاجة وعايز أحطها في مكان معين مثلا لو أنا مثلا هجيبها حطها في محل أو في البيت أو في أي مكان إيه هي الإجراءات المتابعة وكمان السؤال ده هتكرر معا كتير كل ما بيشتغل على مثلا على تلاجة على مبرد مية على كل حاجة فيها دايرة قاربية وميكانيكية لدار التكييف وتبريد أول حاجة الرطوبة والمية معناها إيه؟ يعني ما أجيبش التلاجة حطها في مكان قريب من رشاشات مية أو رزاز مية أو مكان فيه رطوبة عالية قد ليه؟ لأنا عندي الكفر الخارجي للتلاجة عبارة عن إيه؟ من الصاج تمام؟ ده أنا ممكن أعرضه للصدق تمام؟ يبقى أنا بخلي بالي من الأماكن اللي بيبقى فيها إيه؟ مية تاني حاجة الحرارة نخلي بالنا إن في الدارة القاربية وإحنا ديسة موضوع بقى جديد علينا عندي فيه في الدارة ميكانيكية عندي كوندينسر أو عندي إفوبريتور أو المكسف وعند المبخر المكسف دي اللي هو يعباره عن الشبكة اللي بتبقى موجودة أو السليفنتينا اللي موجودة في دهر التلاجة من وراء تمام؟ وعندي الإفوبريتور اللي هو مبخر اللي هو الحيز اللي بيتم فيه عملية التبريد أو التجميد نجي نتكلم على المكسف عمتا لما بجي أحط التلاجة في مكان لازم أراعي درجة الحرارة يعني إيه؟ المكسف أو الكوندينسر أو السليفنتينا اللي موجودة في دهر التلاجة من وراء بتعتمد فكرة عمله على عملية التبادل الحراري وتبريد المكسف تبريد المكسف دي بتعتمد على نظرية عمل المكسف لأنا أحاوله من حالة لحالة أحاوله من مركب التبريد أحاوله من الحالة الغازية للحالة سئلة يبقى لازم أكسف في مركب التبريد وعشان أكسفه لازم أبرده تمام؟ يبقى محطش يبقى الغرض الأساسي في المكسف لأنا هبرد يبقى محطوش في مكان درجة حرارته مرتفعة يبقى أنا كده فقدت الميزة اللي أنا عايز أعملها وهي التبريد يبقى من الحاجات الأساسية أراعي اللي أنا أحطه في مكان فيه هوا عشان كده أقولك لما تجيب تلاجة جديدة ما تحطهاش وتقربها قوي من الحيطة لازم تسيف فراغ اللي هو الفراغ ده اللي هيعمل تبادل حراري بين الهوا المحيط بالشبكة أو بالسلفندينة أو بالمكسف بتاع التلاجة عشان يحصل تبادل حراري ونتيجة تبادل حراري بيحصل عملية تكسيف أي تحويل مركب التبريد من الحالة الغازية للحالة السئلة وكده يبقى أهم المكسف بدور تالت حاجة عندي أرضية المكان لازم أخلي بالي على الأرضية المكان اللي هتحط عليها التلاجة لازم تبقى الأرضية مستوية ومتزنة ليه ما حطهاش التلاجة هتقعد معي زي مش عافية أنا بقول لك هي هتلب معي تمام؟ ده هيأثر لك علىها هتطلع لك صوت من التلاجة ممكن يطلع لك صوت ده من العيوب اللي احنا هتقابلنا في صوت عالي طالع من التلاجة ممكن يكون موضوع على أرضية غير مستوية تمام؟ كمان عندي باب التلاجة باب التلاجة لو الأرضية غير مستوية الباب مش هيقفل كويس وبالتالي ممكن يسرب هوى لداخل التلاجة طب ده هيقللي من عملية التبريد اللي بتبقى موجود يبقى دي تلات نقاط المهمة اللي هتقابلنا في وحدات كتير جدا ايه هي الاجراءات المتبعة عند اختيار المكان المناسب؟ هي الرطوبة والمية تاني حاجة الحرارة بعد كده أرضية المكان الرطوبة والمية قلنا وجود التلاجة في أماكن الرطوبة العالية أو مصادر للمية تؤثر على المعدن المصنوع منه التلاجة الكهربية احنا قلنا مصنوعة عندك الكفر الخارجي مصنوع من الصاج ممكن يصد مما سبب انتشار الصدى بالهيكل الخارجي للتلاجة وأكل من العمر افتباد الحرارة يجب أن يكون المكان جيد التهوية حتى يكون الهواء المتجدد بتبريد مكسف التلاجة ويراعة ترك مسافة فاصلة النقطة اللي احنا كلمنا عليها بجانبه خلف السلاجة حتى يمر الهواء طبيعيا لاخراج الحرارة الزئدة تالت حاجة أرضية المكان يجب أن تكون أرضية مستوية حتى لا تؤثر على حكام غلق باب التلاجة أو حدوث دوضاء أثناء عمل التلاجة ناخد تاني نقطة إجراءات الصيانة الدورية للدائرة الكهربية للسلاجات المنزلية إيش هي بقى إجراءات الصيانة دي نبص كده مع بعض أول حاجة بيتم التحقق من سلامة مأخص الطيار اللي هي البريزة والمكونات الكهربية للسلاجات المنزلية العادية بعد كده ينظف الأتربة والعوالك الموجودة على أجزاء الكهربية تبقى لديه تشغيل تاني نقطة يتم التحقق من كماتي الجهد وشد الطيار المسحوب وفقا للكام المدونة بلوحة بينات التلاجة تمام يتم التحقق من إحكام غلق غطاء مجموعة الضغط الكهربية وفقا لتعلامات السلامة والصحة المهنية ودليل التشغيل يتحقق من عمل مفتاح ولمبة كابينة التلاجة تبقى لدليل التشغيل بعد كده بيتم التحقق من عمل السرنوسات يدويا تبقى لتعلامات السيانة إجراءات السيانة إيه بقى مجموعة إجراءات السيانة اللي هي موجودة قدامي ديت أنا عايزة أتعرف علي أول حاجة بجأتأكد البريزة اللي أنا أحط فيها الفيشة بتاعت التلاجة أولا لازم تبقى متين وعشرين فولت تمام وشوف التلاجة بتاعتي ما فيه تلاجة بتتشغل على المية وعشر بس دي كمان مش بتبقى موجودة في مصر دي بتبقى مرة مصر فيه تلاجات افرد واحد جاب تلاجة مثلا جايب من السعودية وجاب تلاجة ودخلها مصر طبعا أنا لو حطيت المية وعشر تلاجة المية وعشرة في بريزة متين وعشرين دا تعمل له مشكلة وتحرق للتلاجة صح؟ تمام يبقى لازم أتحقق أجيبي الروزيتة اللي موجودة في دهر التلاجة وأشوفها عندي الأمبير قد دي الفولت قد دي أول حاجة الفولت اللي أنا أحطها في بريزة الكهرباء بتاعتي متين وعشرين تمام متين وعشرين بحط مفيش مشكلة بشوف العند الدائرة الكهربية برجع عليها شوف أي شوائب أو أي أتربة موجودة على الكمبريسور أو الضاغط والدائرة الكهربية المجموعة الكهربية فيه غطى اللي هو الغطى بتاع الروزيتة الضاغط بتأكد لوه معفول ومحكم مفيش أي شوائب مفيش أي حاجة موجودة عليه بعد كده أنا بشغل التلاجة وبقيس الأمبير طبعا هناخد الكلام ده النهاردة إزاي إيس الفولت وإزاي إيس الأمبير طبعا من إجراءات السيانة زي ما احنا اتكلمنا في النقاط دية اللي أنا بقيس الأمبير واشوف هل هو الأمبير اللي أنا إيسته هو نفس الأمبير اللي موجودة على الروزيتة اللي موجودة بتاعت التلاجة ولا فيه مشكلة دم دم لحاجات يبقى أنا بقيس الجهد أتأكد لوه متين وعشرين بجيب جهاز الأفوميتر وبزبطه على قراءة الفولت وبقيس الجهد وأتأكد لوه متين وعشرين وزي الجهد الموجودة على الروزيتة تمام وبقيس الأمبير وأتأكد إن الأمبير اللي شغلها بالتلاجة هو نفس الأمبير المدونة على الروزيتة تمام أتأكد من عملية التوصيل والفصل لالتلاجة المفروط التلاجة اللي ما باجه اشغلها وتأكدت خلاص من الامبير وفولت وتمام باشغل التلاجة واتأكد من عملية طبعا الضغط هيشتغل تمام لتلاجة حرارة وعتبار مرتفعة السرموسات هيشغل الضغط بعد ساعة ساعتين بعد فترة اتأكد من السرموسات اللي هو هيكون بفصل الكمبروس او ما يفصل الكمبروس والدنيا والدارة الكهربية والدارة الميكانيكية تمام او دي هي اجراءات السيانة المتبعة عنده للسلاجة المنزلة العادية بعد كده نخش بقى على تالت نقطة خطوات اختبار مصدر الجهد المناسب ده بقى هنشتغل بقى على جهاز الفولتوميتر وزي نيس الفولت بنعمل ايه؟ اختيار الوضع المناسب للقراءة بتحريك المفتاح اهى عندي من التولز او اجهزة القياس اللي انا بستخدمها بستخدم جهاز الفولتوميتر وبستخدم جهاز بين ست الامبير بستخدم جهاز الفولتوميتر عشان اقدر اقيس الفولت وممكن من خلاله برضو اقدر اقيس الامبير واقيس المكاومة المهم ببقى عندي تدريجات كتيرة موجودة انا بازبطها على التدريج الحاجة اللي انا اقيسة. طب في البداية انا عندي انا عايز اقيس الفولت. باجيب جهاز زي اللي هو الجهاز الموجود قدامي كده. وبظبطه على زي ما احنا شايفين اهو تدريجات كتير. اقدر ازبطه هنا على مقاومة. اقدر ازبطه هنا على فولت. على في عند خلي بالك ده احنا عندنا فيه فولت اللي هو وفيه فولت اللي هو الدي سي. اللي هو هتلاقي عبارة لو ممكن ما كتب لكش بيكتب لك عبارة عن شرطة سابتة. اما الفولت اللي هو هيعملك زي شرطة وفيها تموي جاهد. تمام? طبعا انا انا هشتغل على فولت طبعا الفولت اللي احنا بقيسه في البيت هو فولت آآ طيار آآ متردد. تمام? يبقى بازبطه على طبعا بيبقى عندي متين عندي سبعمية. طب انا في الوضع دوت انا هشتغل الكهرباء اللي انا هقسها الفولت بتاعي تقريبا متين وعشرين. يبقى مازبطوش على متين. يبقى ازبطو على كام? ازبطو على عندي سبعمية. يبقى انا زبطتو على سبعمية وزبطتو على الفولت الاي سي. تمام? بيبقى عندي هنا جاكين زي ما احنا شايفين اهو. عندي المشترك. وعندي هنا الجاك التاني مكتوب عليه فولت ومكتوب عليه مقاوم. بحط الجاك هنا وبحط الجاك هنا. وباجي اهم داخد الطرفين دوله وحطتهم في البريزة. وابدأ ايس اهم فتح الجهاز وايس الفولت. هيجي يقول لي والله الفولت بتاعي طبعا مش هيجيب لك ماتين وعشين بالزبط. ممكن يبقى ماتين وطمنتاشر ماتين وخمستاشر ماتين خمسة وعشرين ماتين وثلاثين. يبقى فولت متأرجح في حدود والرنج بتاعي ماتين وعشرين فولت. اللي احنا ده يقول اقول ايه? فولت متردد. غير الفولت المستمر. الفولت المستمر خمسة فولت هو خمسة فولت. ده بلاية فين? في البطاريات. زي بطارية الموبايل كده بتطلع لك فولت هو فولت سابت. ازي بطارية العربية فولت سابت. اما الفولت الموجود في البيت ده اي سي او اه اسف دي سي فولت متردد. تمام? يبقى انا كده زبطت اول حاجة جبت الجهاز بتاعي وزبطته على الفولت. وحددت اي سي ولا دي سي انا حددته اي سي ميتين ولا سبعمية. لا طبعا زبطته على السبعمية. لانا قريت طبعا هتبقى فوق الميتين تقريبا. يبقى انا خليني انا في المدى اللي هو ايه? الرنج بتاعي المزبوط السبعمية. تمام? حطت عندي الجاكين وروحت على الفولت. وصلت الاتنين في البريزة. يديني هنا الاراية. ادي اني مسلا ميتين وعشرين. ميتين وطمانتاش. يبقى انا كده عندي الفولت بتاعي. تمام? واقدر اشغل. خلي بقى لك فيقى بعض الاماكن بيبقى فيها الفولت بيوصل مية وستين ومية وثمانين. ده يعمل لي مشكلة في الدايرة الميكانيكية عندي. وبالذات الكمبريزور. يبقى لازم اخلي بالي ان الفولت بتاعي فولت مزبوط. فولت مزبوط. ما يقلش مسلا على عن متين. لان اقل من كده يعمل لي مشكلة خصوصا في الكمبريزور. تمام? ده بالنسبة لو انا عايز اقيس الفولت. طبعا للتجربة ديت كلنا بنعملها في الورش والمعامل الموجودة عندنا في القسم الموجود في المدرسة. اكيد كلنا بنمسك جهاز الفولتاميتر. وتبدأ تروح للمدرس بتاعك. انا عايز اقيس الفولت بتاعي. بتمسك الجهاز. وبتمسك التدريج بتاعك. تم زبطوا. تم واخد عندك الجاكين بتاعوتك. وتوصل. وتقرأ الفولت وتتعلم. وتختبر كتير. عشان تقدر تتدرب نفسك على الموضوع ده. ده بالنسبة لقراءة الفولت. تمام? زي ما احنا شايفين هوا. باخد هنا الجاكين بتاعوتي. اهو. وهم وصلها هنا في الفيشة. زي ما احنا شايفين. وهنا بيجيلي. الاراية بتاعتك قد ايه بالزبط. نبص كده مع بعض. رابع نقطة. كيفية اختبار اداء السلاجة العادية والديفروست. كيفية اختبار اداء السلاجة العادية والديفروست. يقصد هنا باختبار اداء السلاجة والتحقق من حدوث التبريد المتوقع. بعد تشغيل التلاجة وفترة التشغيل والفصل اللي حتى تحفظ على عمل ادهات. اه بالنسبة لحدوث التبريد المتوقع. بعد تشغيل السلاجة بفترة من اللي اتوكلها عن ساعة. بنختبر وجود التبريد في المبخر اه بعد فصل السرموسات. تمام. وبالنسبة لعمية توصيل الفصل. تمام. اه اشرح لك انا الموضوع ده بقى. انا بعد ما وصلت التلاجة بتاعتي عايز اختبر فيه تبريد ولا لأ. وهل التلاجة بتفصل ولا لأ. دي موضوع مهم جدا. حتى بعد كده لما بيجي لك حد فني سيونة وعايز اه يعمل لك سيونة عندك في التلاجة. عايز اختبر شغله تمام ولا لأ. لانا بقى جنب التلاجة واتأكد ان هي فصلت الكمبرسور. فصلت الكمبرسور يعني كده حصل تبريد. المكسف اه عندي المكسف شغال. مبخر شغال. كل حاجة تمام. اتضغط شغاله. كل واحد ده عمل بدوره. فحصل التبريد. فالسرموسات ده هجاي فصل للضغط. كده انا اتأكد ان الدنيا بتاعتي تمام. فانا ما بجيب تلاجة. وببدأ اشغالها سياعة. اتنين. تلاتة. بيحصل السرموسات بفصل الايه? الكمبرسور. طب اول حاجة قلنا زي ما احنا اتكلمنا. طب انا عايز الاحز انا لسه الكمبرسور ما بتفصلش عايز اشوف فيه تبريد بيحصل او لا. فانا بجيب بلامس ايدي على سطح الفريزر. لو انا بليت ايدي مثلا كده مية وضعت كده هتطلق ايدك بتلزق. دي اسمها التشميع. تشميع يعني كده عندك الفريزر بدأ يحصل فيه عندك تبريد وتجميد ودنيا كويسة جدا. بيتستنى لحد ما المستات. يوم فصل لضاغط. كده اتأكد ان عملية التوصيل والفتات للكمبرسور شغالة مية في المية. ده بالنسبة لعملية اختبار بالنسبة للتبريد المتوقع. بالنسبة لتوزيع الهواء بيتم توزيع الهواء والمأكوليات والمشروط في حيث كبينة التلاجة. اه توزيع يسمح بحركة الهواء داخل التلاجة. بالنسبة للتكسيف الرطوبة يجب التأكد من عدم تساقط قطرات طبعا خلي بالك في موضوع توزيع المأكولات داخل التلاجة. طبعا لازم اجاوز زحى وزحى بالزكاء. منفعش اجيب احط المأكولات كلها على بعضها واركنها. ده مش مغزم بتخزن فيه وبترمي فيه. لا طبعا لازم تسمح بحركة الهواء تكون سلسة ومرنة تمر على المأكولات من السطح اللي فوق للي تحتيه للي تحتيه يبدأ الهواء يتحرك وتوغل بين المأكولات بحيس يحصل التلامس بحيس يحدى للحراري بحيس يحصل عملية التبريد. تمام? وخلي بالك اه برضو من نقطة تانية اه كل الخوف من تساقط قطرات على الاكل. ده ممكن تقدي الى عفانة بعد كده في موضوع الاكل. يعني لو فيه تكاسف للرطوبة ده طبعا انا من نقطة اللي انا بخاف عليها وبحرص عليها لو ما يحصلش حاجة زي كده. وقطرات مثلا تلج مزابة داخل التلاجة ووقعت على الاكل. ده بتعمل لك مشكلة ممكن تقدر تبواز لك المأكولات الموجودة داخل كبينة التلاجة. نشوفوا النقطة اللي بعد كده. بالنسبة للتلاجة البابين الديفروست يجب تأكد من سلامة عمل سخانة جداره في واصل وسخان المرأة. بالنسبة لصرف المية النتيجة من تكاسف التلج لابد ان يكون خط صرف الخاص به لاسى به انسداد واناق تجميع الماء سليم تبعا لدليل التشغيل. تمام? عندي في التلاجة البابين اللي هي التلاجة الديفروست عندي بيبقى فيه سخان جدار فاصل موجود بين حيز التبريد وحيز التجميل. فايدة السخان دوت بيرفع من درجة الحرارة في بين الحيزين. مش درجة الحرارة هي السخونة السخونة. لا. انا بمنع تكاسف الرطوبة. هقولك زي ايه. لو انا عندي لو انا عندي جبتي ازازة مية وحطيتها في الفريزر مثلا اربع خمس ساعات. ازازة مية ازازة بلاستيك مثلا. وطلعت الازاز دي حتيتها قدامي. ايه اللي بيحصل? بعد فترة بتلاقي فيه مية تكونت على السطح الخارجي للازازة ديت. تمام? طب. المية اللي تكونت على السطح الخارجي. جات من اين? طبعا احنا كلنا بنلاحظ الكلام دوت. كلنا من كبيرنا صغيرنا فاهمين او مش فاهمين. بنلاحظ حاجة زي كده. حتى لما بتيجي تجيب ازازة وتحطها بتحطها مثلا على طبع او اي حاجة عشان المية اللي هتنزل. انت عارف اللي فيه مية هتنزل او فيه مية هتبقى متكون جت منين. هل المية دي صربت من جوه الازازة لبرة الازازة? هل المرة ديت هل الازازة مثلا فيها سجب ولا حاجة طلعت المية دي? لا طبعا الموضوع غير كده خالص. الموضوع اللي احنا اه الهوى فيه اكسجين نيتروجين ساني اكسيد كربون وفيه مخار مية. مخار المية اللي حصل لما لقى سطح درجة حرارة ومنخفضة اتكسف عليه. يعني اتكسف عليه اتحول من بخار لسائل. هي دي المية اللي بتبقى متكونة على السطح الخارجي للازازة ديت. عرفنا المية دي كانت منين? دوت بخار مية موجود في الهوى عشان السطح دوت بارد فاتكسف عليه فاتحول من بخار فاتحول الى سائل. عشان كده الجدار الفاصل اللي موجود بنحايز التبريد وحايز التجميد ده انا برفع من درجة حرارته عشان ما بقاش درجة حرارته منخفضة جدا فيتكسف عليه بخار المية وبالتالي يحصل تلج بين الحايزين. تمام? ده فايدة الجدار الفاصل. فايدة سخان الجدار الفاصل. بعد كده عندي صرف المية. خلي بقى لك احنا لما بنيجي نعمل ازابة للتلج الموجود. بيبقى عندي في زي سجب كده هتلاقيه في الكابينة من جوة. اه في اناء بسيط صغير. ايه اللي بيحصل? الدوت بتنزل في المية المزابة او السلج المزاب في الفتحة ديت متوصلة بخارطوم. لحوض موجود فيه الكمبرزرو. حوض موجود فيه الضغط. ايفيه اللي بيحصل? المية المزابة بتنزل في فتحة دية للخرطوم بتنزل في الإناء ده. طيب بعد كده انا انا مشوفتش المية ديت موجودة ولا بشيلها المية الموجودة فوق الضغط. على فكرة الحركة ديت فيها فايدتين. اول فايدة اللي انا ببرد الضغط بنازل عليه مية تقريبا شبه بردة. تمام? على سطح الخارجي اللي من فوق. فيعتبر انا ببرد الضغط. الحاجة التانية المية ديت لما برفع درجة حارتها من درجة حارت الضغط مرتفعة. لما برفع درجة حارتها فببخرها. عشان كده بعد فترة ما بتلاقيش لايه المية ديت موجودة. فايدتين موجودين في نقطة واحدة. نكمل مع بعض. ايه هي النقاط الهمة اللي يجب ان اتباحها بعد ما نشتري تلاجة جديدة. بداية من نقلها حتى تشغيل. لا السؤال ده جميل جدا انه بيفيدنا كتير يعني كل الناس اللي موجودة في البيت مش شرطة يكونش غالتها بلوتها كيف. خلي بقى لك بقول لك الوضع الصحيح عشان شيل تلاجة من مكان التاني بالوضع ده زي ما احنا شايفين. او بالوضع ده. الوضع ده كده غلط. الوضع ده ده كده صح. مع انه صعب بس بيبقى هو ده الصح. تأكد من عدم وجود صدمات بالجسم التلاجة اثناء اه اثناء عملية تحميله النقاط. بعد ما بقى معنقلها وحطاها بمكان المكان باتأكد لانا ما حاصلش فيها عملية صدمات ولا اي حاجة. برجع هنا الاجزاء الكهربية. عندي هنا الكمبريسور بتاعي وعندي الاجزاء الكهربية وعندي هنا الوفرلود واللي والوصلات والاسلاك. برجع الكلام دوت وتأكد من انه سليمة. ممكن وانا بنقل سلك من ده تقطع. بيتم الفحص المقبض بقى بتاع التلاجة. انا انا قالت المقبض دوت انكسر مني وانا بشيل. واتأكد من وجود الكويتش بتاع الابواب. وانه خالي من اي عيوب صنوع. لسه ان انا جاب التلاجة جديدة. بيتم اراجع الارفف. ممكن في المصنع ولا حاجة نسي يتحط ارفف ولا حاجة. فانا برجع الكلام دوت ما انا معايا كتالوج. وفيه شكل التلاجة مهم الجمعة من جو. بيتم التحقق من مصدر الجهد والطيار اه والتردد اللازم تشغيل وفكا للمدوم بلوحة البيانات. اهم حاجة روزيتة ديت اللي هي بتبقى موجودة على التلاجة من برها. لازم برجعها واشوف انا كل حاجة تهمني. يعني بقول الفولت. الفولت عندي من متين وعشرين واربعين. اه انا فولت انا في مصر. من متين وعشرين وعشرين واربعين. باتاكد انا عندي الفولت بتاع البريزة وايز بالفولت زي ما احنا ما عملنا تجربة من شوية. ويشوف هيجيب لي الفولت قدية. ما يجيب ليش مية مية وستين. وهم حاطة الفيشة. طبعا ده ايزي. باتاكد من التردد بتاع اللي احنا شغالينا عليه في مصر. الهرتز بتاعي خمسين هرتز. تمام? ليه ممكن تكون التلاجة جيالة من برة وشغالة على ستين. ما تنفعش عندي. الامبير بتاعي بقول لي سبعة وسبعين من مية. سبعة وسبعين من مية امبير. طبعا بيس امبير التلاجة لو ديني سبعة وسبعين من مية. تمانية وسبعين من مية. خمس سبعين من مية. في الرنج ده. بيبقى عندي التلاجة سليمة وتمام خالص. الفيرون بتاعي بيقول لي هنا وقت ده شغالي على فريوم مية اربعة وتلاتين ايه? اه الكدرة بتاعتي مية وعشرة واط. اه حجمي بقى لتلاجة. طبعا انا بروح نشتري التلاجة هنا الحجم هنا جابولي بالليتر. ميتين اتنين وخمسين. طبعا انا بروح اشيرها للتلاجة بشيرها بالادم. في بقى تحويلة من اللتر للادم. تمام? سنة الصنع هنا بيقول لي سنة الصنع ايه? تسعتاشر. يعني الفين وتسعتاشر. دي روزيتة تانية موجودة وخلي بقى لك روزيتة دي اه بتيجي في امتحناك كتير قوي. دي يقول لك ايه? طلع لي من هنا بقى شد الطيار وطلع لي فولت وطلع لي الاداتة كلها اللي موجودة. وقل لي شغال بفريون كام? هنا بقى الفولت زي ما هو من ميتين وعشرين ميتين واربعين. خمسين هرتز. الامبير بتاع واحد واحد من عشرة. الفريون بتاعي شغال على مية اربعة وتلاتين ايه? عندي هنا كدرة بتاعتي كمبريسور كدرة الكمبريسور عندي مية واربعين واط. تمام? عندي هنا هوات اللتر الحجم التلاجة تلتمية وعشين دي اكبر. عشان كده الامبير بتاعها ايه? اكبر واحد واحد من عشرة. التاني كانت سبعة وسبعين من مية. وعدل اللترات هنا زادت. يبقى هنا عندي كل ما الحجم التلاجة بزيد. كل ما كان بيزيد الامبير. كل ما كان بيزيد الايه? الكدرة. تمام? سنة الصنع هنا وت الفين وتسعة واشن. يتم التحقق من مصدر الجهد والطيار المطلط. احنا قلنا زي ما احنا عارفنا. ادي جبنا الفلتميتر وحطيت الشاكيت بتاعوتي. وخطت الشاكيت حطتهم في المريزة في الفتحتين دول. وازبطوا على ايه? اي سي فولت او فولت اي سي. احنا في البيت شغالين على اي سي مش دي سي. تمام? واشوفها يديني الاراي. بتم اختبار شد الطيار اللي هو الامبير. بواسطة الجهاز بنسة الامبير. هو ضبطه على قراءة الامبير. بنسة الامبير انا جايب لكم معايا بنسة الامبير. ادي. ادي بنسة الامبير. تمام? طيب. دي انا بييز بها ازاي? اول حاجة في الشغل بتاعي. عندي تدرجات كتير. انا ممكن ايز بها الامبير. ممكن ايز بها اه الفولت. ممكن ايز بها المكاومة. طب انا دلوقتي انا هيز ايه? انا هيز دلوقتي هيز الامبير. بس ضبطوا عندي هنا الامبير بتاعي. عندي متين وعندي الف. طبعا هزبطوا على متين الف ده كتير جدا. تمام? احنا هنا زي ما احنا شايفين التلاجة بنتكلم في واحد واحد من عشرة امبير. اه سبعة من عشرة امبير. كلام بسيط جدا. يبقى انا هزبطوا على متين امبير. طيب. طريقة الاياس بقى هل انا هستخدم الجاكات? لا انا مش هستخدم الجاكات بقى. هستخدم طريقة سهلة جدا وبسيطة خالص. اي حد ممكن يعملها. انا عندي طرفين الكهرباء اللي طالعين من التلاجة. طرفين. واحد بيبقى الكهرباء والتانين اه ارضي. تمام? باخد اي طرف من الطرفين دول. يعني هم ماسك السلك. معارل السلك. تمام? مش بطلع على النحاس. لا انا بعارل الطرفين بيبقى عندي طرفين طلعين قدام. طرفين انا ماسكهمهم. باخد طرف منهم. وهم حطوا هنا. وهم افل. تمام? وابدأ طبعا انا مزبطوا على الامبير. افتح واشوف الاراية بتاعتي. موضوع بسيط جدا هقول كزا امبير. واحد امبير. اتنين امبير. تلاتة امبير. واحد اتنين من عشر امبير. يبقى اجيب طرف واحد ومرره هنا. خلي بالك في ناس بتعمل غلط وممكن تجمع لك الطرفين ومررهم هنا. طبعا ده مش هيقيس لك حاجة. خلاص. يبقى انا بجيب طرف واحد بس. وهو ده اللي انا بقيسه. بس خلي بالك لان انا بزبط الجهاز بتاعي. انا بقول له. هو جهاز طبعا حتة جهاز. ما بفكرش. انت اللي بتفكر وانت اللي بتقول له انا عايز اي اس كزا. ما انت اللي بتستخدم. هي اس الامبير وبتزبط زي ما احنا شايفين. خلي بالك انت ممكن تقيس الامبير بدا بجهاز الفولتاميتر. بس زبطه هنا وقت على عندي الامبير. عندي امبير اي سي وامبير دي سي. انا هزبطه على ال اي اي دي سي. اهلا اي سي. اللي انا اس بي. بعد جدا هوات عندي الجاكين بتاعودها. ساخدين بقى الجاكين. الجاك المشترك اللي هو الكومن. والجاك نوت اللي مكتوب عليه امبير. امبير. يبقى عندي الجاكين اللي هو الكومن والامبير. بهم وصلهم. بيتوصلوا ازاي? لما باجي اس الامبير. الامبير غير الفولت. الامبير بتاسع التوالي. يعني مسلا بجيب السلكة اللي احنا قلناها ممرارة هنا. لأ بهم قطعها. وماسك الترفين بتاعوتي. ايه? اعملهم في الترفين اللي انا قطعتهم دور. وهم جاب لي هنا قراية الامبير بتاعت دي. مدام انا زبطت الجهاز اللي هو يقرأ الامبير. موضوع الامبير ده مهم جدا. اللي احنا هينفعنا في حاجات كتير. لانا اعييس امبير تلاجة. لانا اعييس امبير مسلا سخان عندي. عشان اقدر اجيب من كراءة الامبير اقدر اجيب الكدرة بتاعت السخان. وهكذا في الكمبريسور لو انا عايز اجيب كدرة الكمبريسور من ضمن الحاجات اللي انا لازم اجيبها من عن طريق قوانين اللي انا ممكن اجيبها عن طريق الامبير. تمام? نكمل مع بعض. التحقق من التردد الموجود اللي هو الهرتز. تمام? بتأكد من هو خمسين هرتز. موضوع عبسيط خالص. خلي بالك ازا ما احنا اتكلمنا في اول الحلقة. اللي انا بسيب مسافة بين التلاجة والحيطة. ما تقلش عن عشرة سنتي. والجوانب نفس الكلام اللي انا هحط الجنب ده جنب حيطة. ما يقلش برضو عن ستة سنتي. طبعا ده وقت بيفيدني عشان يبقى فيه مسافة للتهوية اللي موجودة. بيتم اتزان التلاجة على ارضية المكان. خلي بالك بيبقى عندي هنا وقت زا كترة الكويتش ومصمار بيتم لفه. بحيس لو الارضية حتى مش متزنة بقدر عندي اربع جاكات من ديت بيبقوا موجودين. اقدر بزبط بيهم وضعية التلاجة وتأكد لها موجودة على الارضية مستوي. بتأكد من وضع السرمستات انه مضبوط على مدى مناسب حسب تعليمات التشغيل. عند هنا بقرة السرمستات. بتبقى واحد اتنين تلاتة اربعة. طبعا واحد ده بيبقى اقل مدى موجود للسرمستات. او اقل درجة حرارة. بعد كده بقى بخفت درجة حرارة خالص باتنين بتلاتة باربعة لو انا عايز درجة حرارة خفت خالص بخالدية على خمسة. طب تجي مع بعض كده ناخد شوية اسئلة موجودة على المخرج الاولاني. اسئلة مهمة جدا. نفكر فيها قبل ما نجوا. عند اختيار المكان المناسب للتلاجة يجب مرعاة. واحد اتنين تلاتة. يجب مرعاة ايه? سامحنا اقولنا في الاول الرطوبة والمية. عندي الحرارة. اخر حاجة ارضية المكان. السؤال ده بكرر كتير. يجب التأكد من تساقط كترات المية على الماكولات حتى للتعرض الماكولات داخل التلاجة. يجب التأكد من عدم تساقط. زي ما احنا شرحنا كده في البداية. عدم تساقط كترات المية على الماكولات حتى لتعرض الماكولات لليه? للتلف داخل التلاجة. يجب ان تكون ارضية المكان ها مستوية حتى لا تؤثر احكام غلق باب السلاجة او عدوس دوضاء اثناء تشغيل التلاجة رابع سؤال في اكمل وجود التلاجة في اماكن الرطوبة العالية او مصادر للمية تؤثر على المعدنة مصنوع منه التلاجة الكهربية مما يسبب انتشار الصدع بالهيكل الخارجي للتلاجة ويقلل من العمر افتراضي للتلاجة علل لما يأتي ليه بيتم ترك مسافة فاصلة بجانب وخلف التلاجة لجابة لسماح للهواء الطبيعي بتبريد المكسف شرحناها كتير النهاردة عند استخدام الافو میتر الكماشة اللي هو بين 6 الامبير لابد من الرجوع الى كاتالوجي الشرجة المنتجة للجهاز واتباع التعلامات والارشادات الخاصة به بكل دكة ليه بقى عشان اتأكد من سحب التلاجة الامبير الصحيح طبعا زي ما احنا قلنا بقيس الامبير عشان اتأكد لان هي ده الامبير المزبوط اللي طالع بينه الشرجة توزيعي المأكلات والمشروبات داخل حيز كبينة التلاجة ليه بوزحها صح ليه عشل السماح للهواء تاخلي الكبينة بالمرور دون اي اعاقة وتبريد جميع المنتجات اختر الاجابة الصحيحة دي مجموعة اسئلة موجودة على المخرج الاولاني عندك كياس كيمة الفولت في باريزة في المنزل يتم دابط الجهاز الفولت اميتر على على ايه? عندي تلات ارايات متين اي سي فولت سبعمية وخمسين اي سي فولت متين دي سي فولت اولا احنا هشتغل على اي سي تمام يبقى عندي الاجابة لها الاولانية والتانية. طبعا انا اللي ما بيجيس الايس الفولت في البيت. بايس الفولت تقديمها ببقى كام? متين وعشرين. يبقى انا هزبطه على المدى الاكبر اللي هو سبعمية وخمسين اي سي فولت. بكده نكون انتهينا من المخرج الاولاني ونكون جاهزين بقى نخش على المخرج التاني. المخرج التاني بعنوان اجراء فحص وصيانة اللازمة للدوار الكهربية للتلاجات المنزلة العادية. اول حاجة هنعرف مفهوم السيانة لوحدية التبريد المنزلية. اهمية السيانة. انواع السيانة. الاجراءات التي يجب مراعاة عند عمل السيانة الكهربية للتلاجات المنزلة العادية والديفروست. تمرينات على السيانة. تعالوا بقى ناخد اول نقطة كده. نتعرف بقى كل حاجة تخص السيانة. مفهوم السيانة وهمية السيانة وانواع السيانة. ده من ده من الاسئلة بتيجي كتير. مفهوم السيانة لو حد سألني فيها بتعرف السيانة بانها مجموعة من الاعمال الفنية التي يتم القيام بتخططها وتنزمها. وتنفذها والركابة عليها. والهدف منها بقى ايه? تهدف الى المحافظة على الاجزاء والمعدات في حالتها الاصلية او بالطاقة والفاعلية التي سممت عليها. ده بالنسبة للمفهوم السيانة. عندي هنا سيانة عملية مستمرة. حتى في حالة توقف الائلات او المعدات عن العمل. وذلك لما تتعرض له عن تلك المعدات والائلات من عوامل تؤثر عليها مثل التآكل والصدق خلال فترة عملها التشغيل. وتزال اهمية السيانة عند تحقق اهدفها. طبعا الموضوع موضوع السيانة مهم جدا في المعدات والماكينات اللي احنا بنشتغل عليها. اولا بتطولك من عمر الائل. ثانيا مش بتعرض لمشكلة ان الاقي المكنة بتاعتي او الائل بتاعتي وقفت فجأة. لان عندي بعض السيانات بتتم بشكل دوري وشكل مستمر فيه السيانة دورية اسبوعية وشهرية وسنوية بتتم للآلة ديت. وبالتالي ما تعرضش لهي ممكن تقف فجأة. لان توقف اي مكينة عن العمل فجأة ده بتعملك مشكلة جدا وخسار كتيرة جدا. يبقى الحفاظا على المكينة بيتم عمل السيانات. موضوع مهم جدا موضوع الصيانة. نكمل مع بعض. اهداف الصيانة. المحافظة الدائمة على الحالة الجيدة للآلات والمعدات وضمان حسن الاداء. وبالتالي زيادة الكفاءة كما في حالة نظام التدفئة والتهوية والتبريد وتكيف الهواء. بحيث نقلل من الخسائر التي كانت تنتج من هذا النظام. اتنين زيادة العمر الافتراضي للآلات وبالتالي الحصول على عائد اقتصادي كبير. تلاتة بتقلل من حدوث اعطال زي ما احنا قلنا. هم ما تسببه من خسائر اقتصادية نتيجة توقف عملية الانتاج بالاضافة الى تكاليف تشغيل اعادة التشغيل. تحقيق ظروف تشغيل مستقرة وبالتالي زيادة شروط ومناخ السلامة الصناعية لمواقع العامة. تحديد تكاليف الاصلاح وادراجها ضمن الموازنة العامة للمنظومة. مدام انا بعمل عملية صيانة بيبنى انا بحدد قبلها التكلفة بتاعتي وبالتالي بيتم ادراجها ضمن الموازنة العامة للمنظومة اللي انا شغال عليها. انواع صيانة في حاجة اسمها صيانة الاسعفية او الطارقة هي مجموعة من العمليات التي تم الاصلاح اجهز التبريد وتكيف الهوى نتيجة حدوث تلف عطل مفاجئ. يبا صيانة الاسعفية نتيجة حدوث عطل مفاجئ في الماكينة بتاعتي. فبالتالي انا اعمل لها صيانة غزبا عني. ومن اسباب هذا العطل المفاجئ عدم اتباع تعليماتنا المصنع اللي انا بشغل بطريقة خاطئة او عدم تطبيق الصيانة الوقعية الصحيحة. الصيانة التصحيحية او العلاجية المخططة لها. هي بجموعة من العمليات التي تتم الاصلاح اجهزة التبريد وتكيف الهوى حسب خطة زمنية موضوعة تحدد من قبل مصنع الالة او من قبل الفنيين ذو الخبرة القائمين بالصيانة. دي بالنسبة صيانة العلاجية. ويتم فيها اجراء عمليات الاصلاح على بعض الاجزاء بهدف اعادة استعمالها مرة اخرى. مثل اصلاح الجزء المتاكل. ويتم فيها ايضا عمليات الضبط والمعايرة لبعض اجزاء اجهزة التبريد وتكيف الهوى. التي تحتاج الى ذلك. تمام? ده بالنسبة للسيانة العلاجية. في بعد كده بقى السيانة الدورية او الوقائية. طبعا دي السيانة بتبقى محددة قبلها. وبعرف انها هعملها امتى? هي اعمال اه العناية لات توجرى على جهزة تبريد وتكيف الهوى بصفة دورية. حسب خطة زمنية محددة مسبقا. عشان تعالج اي كسور ان وجد قبل حدوص العطل او التوقف على العمل. وقد تجرى عمليات السيانة الوقائية يوميا او زبوعيا او شهريا حتى يتم الفحص الدوري الظاهري لاجزاء ووحدات اجهزة التبريد وتكيف الهوى. واجراء عمليات التنظيف وتغيير بعض الاجزاء البسيطة اذا لازم الامر اه بتعتبر السيانة الوقائية او السيانة الدورية من اهم انواع السيانات. لانا مش بستنى ان يحصل مشكلة عندي في المكانة بتاعتي وابدأ احل المشكلة. لانا لو حصلت مشكلة في المكانة بتاعتي فجأة هاضطر اللي انا اوقف خط الانتاج. هطلع المكانة. اشتغل عليها. عمل لها سيانة. ممكن الموضوع ده ياخد مني ساعة اتنين تلاتة عشرة يوم. بتبقى مشكلة كبيرة. اما السيانة الدورية او الوقائية بتبقى محدد لها. انا هعمل سيانة كل اسبوع كل شهر كل كزا كل سنة. بحدد قبلها. وبالتالي لها مش هوقف خط الايه? الانتاج بيبقى. فيه اوقات بعمل فيه عملية السيانة. وبالتالي لفيه اي جزء وتآكل في اي جزء موجود فيها عايز اتغير بغيره. يبقى انا بحافظ على المكانة بتاعتي او المعدة بتاعتي. مش لازم استنى لحد ما تحصل المشكلة. وبعد كده بقى وقف خط الانتاج وتبتدي الخسائر ويبتدي الخسائر تقعد علي. يبقى اهم السيانات الموجودة في السيانات ديت هي السيانة الوقائية او السيانة الدورية. اللي هي بتتم كل فترة موجودة معي. نكمل مع بعض. زي ما قلت وتوعد السيانة الوقائية من اهم انواع السيانة ومن مميزاتها. جعل اجهزة تبليزها كيف الهواء دائما في حالة الاستعداد التام للعمل. تحديد الاجراءات والتكلفة. تخفيض مخزون كتع الغيار. التقليل وحد من ساعات العمل الاضافية. اخر حاجة. السيانة الوقائية تعتبر اهم انواع السيانة التي تتم على عجيز التبريد وتكييف الهواء نظرا لطبيعة عمل. تعالى بقى ناخد بقى الاجراءات اللي هي تجمع مراتها عند عمل السيانة الكهربية لسلاجات المنزلة العادية والديفرست. ايه هي بقى الاجراءات ديت. تحديد الاجزاء المراض اه سياناتها في التلاجة المنزلية الباب واحد او البابين. التأكد من توفر جميع كتالوج المصنع. تحديد عملية السيانة. عمل نمازج وجداول وخطة عمل السيانة. اختيار وتدريب العمالة الفنية. توفير كتع غيار بنفس مواصفات الاجزاء القديمة او بديل مناسب. تحديد العدد والادوات المناسبة وكذلك عمل واستحداث نظام تسجيل المعلومات. تعالى ما انا اخد تابدين كده على السيانة. التحقق من سلامة مأخز الطيار. ده ما ننسى هلي جدا. تلاجة منزلية عادية. وديفرست. اللي عدد جهاز كياس كلامب امبير. اللي هو بينست الامبير واصلات مفاكة تستو مفاكة عادة والبينسة بتاعدي. خطوات مدام هشتغل بقى تجربة او حاجة شغل في العملي. بهم اول حاجة فصل الطيارة القرى. بعد كده بيتم التحقق من كيمة فرق الجهد بعد اخذ القراءة بجهاز الفولتوميتر من البريزة. زي ما احنا قلنا هنجيب بقى الفولتوميتر بتاعي. الجاكين او محطوم في البريزة. وتأكد ان فرق الجهد بتاعي ميتين وعشرين. تمام? بيتم التحقق من سلامة الفيشة. بتأكد من الفيشة بتاعت دي سليمة. نفهاش اي حاجة. ويحكم رابط قبل التوصيل لهم. التحقق من سلامة الكابل نفسه. بتأكد من الكابل ده هو السليم. واتأكد من العزن موجود عليه تمام. ما يكونش متأكل. بتأكد من احكام رابط اسلاك التوصيل في نقاط تجمعها لياروزيتي التجميع اللي هي موجودة فين? في الضغط. قاعد تشغيل التلاجة وراكب ادعا. طبعا بهم حاطة الفيشة بعد كده. واتابع بقى تشغيل اللي هي? التلاجة. تعالي ناخد تأمين تاني. تنظيف الاتربة والعوالق الموجودة في الاجزاء الكهربية. تبقى لديه تشغيل والتحقق من احكام غلق مجموعة الضغط الكهربية افكا لتعلامات السيانة المهنية. الخامات المطلوبة بتاعتي محتاج تلاجة منزلية. عندي بقى العدد مدام انا هعمل عملية تنظيف لاتربة يبقى انا محتاج بلاور هوا فرش التنظيف كتعة كماش عشان هقدر ننضف فيها. وطبعا المفاكات والعدد بتاعتي اللي انا هشتغل عليها هفك واربط. طبعا مدام انا هشتغل الكهربة با اول حاجة بعملها من خطوات التنفيذ بتاعتي لانا بفصل الطيار الكهرابي. بعد كده بجيب البلاور بتاعي وببدأ احط الكهربة بتاعتي واشغل البلاور وابدأ اعمل عملية تنظيف للاجزاء الكهربية من اي عوالج موجودة او اي اتربة موجودة عليها. بيتم اه طبعا اشيل العوالج ده با اختستخدام الفرشاء في الاماكن اللي هي بتبقى ضيقة. بامسح بكتعة لقماش جسم الضغط ومن على رطاء مجموعة الضغط ده في الناها هي خالص بقى. بشغل التلاجة مرة تانية وبتابع اداءها وبسجل بقى البلاور. بقى عندي تقرير صيانة. بمحاطط في المعدة ايه هي والمشكلة وانا صلحت ايه? الخدمة المأخوزة وبكتب التاريخ بتاعي وانا الشخص اللي مسؤول عنها وبكتب ملاحظات لو في ملاحظات. تمرين رقم تلاتة التحقق من عمل مفتاح ولمبة كابينة التلاجة. تبقى للمخاطط الكهرباء. بتأكد من اللمبة والمفتاح شغالين. موضوع حابسيط جد. الهدف من التمرين. هتأكد من عمل مفتاح ولمبة كابينة التلاجة. الاخامات المطلوبة عندي بالتلاجة منزلية ومفتاح واللمبة الكابينة اللي موجودة داخل التلاجة والتنامل بقى ايه? وش الكرطون بتاعي? العادة بتاعتي طبعا لازم يكون معي جهاز كياسك لامب امبير عشان اقدر ايس بيه مفكي تيست ومفكي العادة بتاعي والبينسة اللي انا هقطع بيها الاسلاك كهربية. اول حاجة بيتمي فصل الطيار الكهرباء. بفتح باب التلاجة وبيتمي نزع اغطاء لمبة الكابينة. التأكل من لمبة الكابينة مسبتة جيدا. بشغل التلاجة. بيتمي فتح باب التلاجة وتأكد من لمبة الكابينة اغطاء. بيتمي تسجيل بيهانات. موضوع السيانة اللي انا بيتم عملها زي ما احنا اتكلمنا. وبتأكد من الفولت دي حاجة اساسية. بتأكد له امتين وعشرين. مش اهل من كده بكتير. لماذا? الفي رنج معين. آآ بتأكد من امبير التلاجة من دمن الحاجات اللي احنا التمرين اللي احنا نشتغل عليها في المخرج ده. طبعا من دمن الحاجات اللي هي برضو البسيطة والسهلة. اتأكد من لمبة والمفتاح او لمبة بتعمل. ده انا مفتح باب التلاجة. مفروض اللمبة بتنور. طب انا فتحت باب التلاجة لقيت اللمبة مش منورة. معين مثلا الضغط وصل له كهرباء وبيشتغل. بس اللمبة ما بتنورش. عندك كزا مشكلة في الموضوع ده. ممكن يبقى عندك فيه قطع في الاسلاقة الكهربية اللي راحها للدواية بتاعت اللمبة. ممكن تبقى فيه مشكلة في الدواية نفسها. وفيه مشكلة في اللمبة. طبعا اسهل حاجة انا بعملها. اللي هي بتبقى اللمبة اللي ممكن تكون اتحارت. بجيب لمبة جديدة. بهم ركبها. نورت اللمبة. يبقى كده عند المشكلة كانت في اللمبة وغيرت اللمبة بلمبة تانية. بهم قافل وفتح الباب. اللمبة شغالة تمام. والمفتاح بتاعي شغال تمام. ده بالنسبة للتمرين الخاص باختبار اللمبة والمفتاح. نبص كده بعد كده. التمرين تاني. اللي هو خاص بالسلمستات. التحقق من عمل السلمستات يدويا تبقى لتعليمات الصيانة. الخامات المطلوبة عندي. عندي هنا تلاجة منزلية عادية وديفروست. بكرت او اكرة السلمستات وشكرتون. العدد بتاعتي جهاز كياس الكلام بقبير وصلات مفك تست مفك عادة مفك صليب. تمام. خطوات التنفيذ بيتم تحريك اكرة السلمستات لو وضع الفصل صفر. وبيتم التأكد من توقف الضغط. بالنسبة لموضوع السلمستات هشرحولك بطريقة جميلة جدا. بيتم التأكد من تشغيل وفصل الكمبريسور. اه خاص بالسلمستات. هل السلمستات بيفصل? ولا. اول حاجة بهم بشغل السلمستات على اقل مدى ليه. مسلا هو درجة واحد. واتأكد اللي هو بعد فترة هيفصل للضغط. طب قبل ما اعمل كده اعمل لك حاجة سهل قوي. السلمستات في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي اف. اهم زبطه على اف. المفروض لما بزبطه على اف بيوم فصل التأكدار الكهرباء عن الضغط. فصل للضغط. كما كده السلمستات تمام. وبيعمل فصل وتوصيل ليه للضغط. بعد كده بهم زبطه على اقل مدى. مسلا واحد. تمام? وصلنا. الدايرة يحصل في تبريد. بعد فترة هتلاقي بتاعي فصل. كده معناه ان الدارة الكهربية بتاعتي تمام. دارة ميكنيكية بتاعتي تمام. السلمستات بتاعي. تمام. لنبنى الحاجات المهمة جدا في الموضوع ده. السلمستاتة. بكده جماعة احنا بكلمنا النهاردة في المخرجين موجودين في الواحدة الستة. اللي هي تجاهيل وصيانة واصلاح الدوائر الكهربية. لسه لجانة منزلية العادية. تمام? اخدنا المخرج الاولاني. واخدنا المخرج التاني. كانت معلومات جميلة جدا. فاضلينا ان شاء الله المخرج التالت والمخرج الرابع. ان شاء الله على خير نكملهم في الحلقة الجاية. بكده انتهت حلقتنا النهاردة. اشكركم جدا. وللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله.